بعد مشاركته في قمة الحزام والطريق عدى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى أرض الوطن بعدما أنجز الكثير في هذه الزيارة الهامة على كافة المحاور الاقتصادية والسياسية والأمنية والاستراتيجية ربما التقى الرئيس في هذه القمة بأجرى سبعة لقاءات على مستوى القمة التقى الرئيس الصيني في القمة التي تجمعهم للمرة السابعة على التوالي وهذا بيدل على عمق وأهمية العلاقات المصرية الصينية التقى نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقمة العاشرة التي تجمع الزعيمين الكبيرين وفي العام الماضي كان هناك احتفال بانطلاق العلاقات المصرية الروسية منذ 75 عام يعني العيد الماسي للعلاقات السياسية المصرية الروسية ذكر الرئيس بوتين ذكر هذا في حواره مع الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى أيضا الرئيس السيسي في هذه القمة أو هذا المنتدى منتدى الحزام والطريق رئيس البرتغال والتقى أيضا رئيس الالتحاد السويسري والتقى رئيس الوزراء الإيطالي جوسبي كونتي إذن لقاءات الرئيس على هامش هذه القمة أو هذا المنتدى شملت رئيس الصيني الروسي الإمارات البرتغال سويسرا إيطاليا سلسلة من اللقاءات الهامة كل لقاء له خصوصية في العلاقة بين مصر وهذه الدولة الصين خصوصية تجارية روسيا خصوصية استراتيجية الإمارات دولة شقيقة ولنا ما لنا والعلاقات الوطيدة والمتطابقة بين البلدين البرتغال وسويسرا من الدول التي تشهد علاقات دفئة دائمة مع مصر وإيطاليا بما فيها من تناقضات سياسية واستراتيجية الملف الليبي وملف العديد من الملفات التي ربما يكون لك تباين فجاة النظر لكن في النهاية العلاقات الاستراتيجية سارية واللقاء اللي جارة بين الرئيس سيسي ورئيس الوزراء الإيطالي كان بيؤكد استمرارية العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين